السلام عليكم أسعد الله وأوقاتكم بكل خير كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير فرحان أنه مرتاحين توم والأحباب ديالكم ودائماً كان رحبكم من جديد على قناة سعاد تي في وكنشكلكم جزيل الشكرة للحسن المتبعة يوم إن شاء الله سنقدم لكم دوازتين اللي كيجي زوين بزف رائع وسهل في التحضير واقتصادي مداقوا كيجي رائع بزف كنتمنى تتبعهم معي بشتعرفوا للمكونات وطريقة التحضير فبسم الله وعلى بركة الله غادي ناخدو جوش حبات ديالبيض غادي نضيف بيضة وأبيض بيضة واحد الأصفر إن شاء الله غادي نخلي وهنا الآخر غادي نضيف نصف كأس من السكر الأخوات اللي مكيبغيوش السكر يعني بغاو يعني يخليوها بلا السكر الأصحاب السكري ممكن ما تعملوش السكر نهائياً غادي نوضع كأس من الزيت 150 ميلي لتر بنسبة السكر 60 غرام غادي ناخد واحد البرتوقالة وغادي نحك القشور ديالها وصدقوني المدق ديال البرتوقال الطعم ديال وكي يجيم زيون بزف كانت عندكم إنك هادي البرتوقال تقدروا تديروها أو البرتوقال أو الحامض فأنا مزجت ما بين المدق ديال الحامض وديال البرتوقال خديت جوج معلقة ديال الزبدة مارغارين ودوبتهم شوية باش هكا ينسجموا لي بسرعة وغادي نخدم جيداً هاد المكونات بعد ما دمشت جيداً المكونات غادي نضيف معي القادية للعسل العسل أي عسل متوفرة عندكم العسل تهيكة تطيب دورها طعم المزيون وهو كادشيف هاد البسكويت واحد الحمورية اللي شاهوة منها غادي نوضعوا أيضاً ثم غادي نوضعوا معي القادية الزنجلان أي السمسم ومعي القادية النافع ليكي سمي واحداً الشمر أو زريعة البسباس فاركو عارفي النفع كاعدة واحد طعم اللي مزيون بزيخ فغادي نندمش جيداً بالنسبة نعود نوضح بالنسبة للنفع والزنجلان عندي مام حمرين متاشي حاجة بعد ما نسجمو لي العناصر كلها ضفت كأس واحد من الناشا من وزن 150 غرام فالنشا كتعطي واحد هاشاشة أيضاً زوينا أخوات اللي لم يتوفراش عندهم ممكن ما يعملوها شي نهائياً يعني ما تعملو شي نشا لكن إذا كنت متوفرة عملو كاس غادي نبعد ما دخلنا الكاس ديال النشا غادي نبدأ نضيف الدقيق فالدقيق 350 غرام غادي نضيفوها تدريجياً إذا ما درتوش كاس ديال النشا ديك الكاس ديال النشا غادي تعاوضوه بالكاس ديال الدقيق غادي نبدأ كنضيف تدريجياً الدقيق 350 غرام أي ثلاثة ديال كووس اونوس حتى تحصلوه على القاوم بحل ديال الصابل يعني قاوم اللي ماشي يقصح وماشي يخفيف فاش كي يبقى لنا واحد الكمية قليلة ديال الدقيق غادي نضيف كيس واحد من الخميرة من فئة 8 غرام وغادي نضيف الكمية المتبقية ديال الدقيق وهذا منبال ندخله الخميرة فدائماً أنا الخميرة كنخليها التال أخير لليبها تريد طويل ستكون يج curb مكس وستخدم ونخ thếب قوام المرغف فيه هو عجينة لينا مباشرة بعد مجمعنا الحلوى دينا كانت تلقوها مابيل بلاستيك ممكن تلقو العجينة ديلكم مرة واحدة يعني ماشي كمية دي العجينة كثيرة ولكن ما شاء الله كتحط لينا فقد ناخد هذا الطبع هذا اللي مدور ومستنن من الجوانب بهذا الشكل سنجعل الحلوى دينا تقريبا على واحد نصف سنتيم وغادي نطباع بهذا الشكل فطبعوا بأي مرشم كان عندكم مربع تهوكي جمزيوين قليب اي مرشم عندكم اللي ما عندهاش مرشم يعني ما بغتش تديرو بحلها كبيسكوي وممكن شكل الحلوى ديالها مكورة عادية بحل غريبة ومن بعد نفس التزيين غادي نبدأ نرفض الحلوى ديالي دائما بالاستعانة ببلاستيك وهذه العجينة هذي كتجيزوينة ديال الحلوى البقايا اللي تباقات جمعتها مع النصف العجين اللي كباقي وغادي نعاود نطلقها بهذا الشكل دائما ما بينجوش بلاستيكات بشكن بسرعة كتعاوننا وغادي نطبع بهذا الطابع لي ما عندهاش تطبع نهائي يعني ما بينجوش طابع نهائي ندعمل غير الكاس تطبع بالكاس كتجي يعني الدائرة مقادة والحاجم نختار كاس كبير او صغير غادي بنفس الشكل نهيز الحلوى ديالي وانا كنستعان دائما بالبلاستيك كان ندخل الديم ونطلع وباقية التي تباقات العجين كان عاود نجمعها وكان عاود نطلقها بنفس الشكل الاول وغادي ندوز ان شاء الله ده باق نزينه الحلوى ديالنا الباقية ديال عجين اللي بقى فغادي نكمل عليه فغادي ناخد مع القاديه الماء دافي وغادي نزيد قهوة سريعة الدوابان بالنسبة انا عندي هذا النوع هذا ما كيكونش اللون ديالو زعيق اذا كان عندكم القهوات السريعة اللي اللون ديالها غامق اضروا غير مع القاس غير وورا ومع القاد العسل ونخلطوه بشكل جيد وننصف ديال هاد الخليط غد نضيفو على الاسفر ديال البيض وغد نخلط بشكل جيد فعبرو غير مع القاس غير حسين انا عبرت بالمعلقة كبيرة وبللي حصلت على خليط اللي شي شوية كتير فنخلطوه مع الاسفر ديال البيض ما غدش نديرو كامل اللي بقالي نحتافض بي حتى ندهن به شي بريوش ولا شي حاجه نحتاجو ايضا كوكو كونكا سيفت زين هاد كوكو كونكا سيفتو في المنزل كي حطنا مشاء الله كمية كتيرة وكي يجي غزال واقتصادي على اللي كان شريو كناخدوه كوكو اما تشريوه بالقشور تنقيوه بالقشور او لا تشريوه بلاقشور خديت غير ميتين وخمسين جرام ورقتها في المحتات تنفخ ليه كوكو ورطب ونشفته في واحد المنزل وطحنته في الهاشوار ديالان دخوه ومن بعد ما تضحلي وضعته في صينيه ودخلته الفران شعلت الفران ملفقه ملتحت حتى نشف ليه ذاك الكوكو كونكاسي وكتكون هذه النتيجة ديالو من بعد ما تنشفت قدروا تزيدو تحمل إذا كنتو تزينو به صبلي مثلا الحليوات اللي عاد غادي تزيدو تدخلوه ميتين وخمسين جرام ديال كوكو وربعة ديال كوكو اعطتني قرعة كبيرة ديال المربا ديال كوكو كونكاسي يعني ما شاء الله يعني واحد الكمية كثيرة يعني ارى منزين به في الحلوة اللي كيك اللي بغيت يعني واحد الكمية ما شاء الله كثيرة كون مشي تشريتو هكك رخصني واحد الربعين درهم باش تجيني ذاك القياس اللي حصلت علي فاسمحوا لي اطولت عليكم في الشرخ غير باش هكا يعني واحد طريقة اللي يزوينا وكيجي يعني كوكو كونكاسي ممتاز كان بقى وندهنوا الحلوة الدينة كيف ممشوا معايا بدك الخالي ديال البيض مع العسل والماء قهوة سريعة دوابن واحد الخاليط اللي كيجي مزيون ودقيق اللي رماشي خفيف يعني هي مع القادل المسغورة عملو حي تعد عملو نص الخاليط لان الخاليط اللي عملت بالعسل بقالية منو كان دهنو هكا الحلوة الدينة وكان نرشع لهم كوكو كونكاسي مزيان بهات الشكل وكان حطوهم في الصينية كان خليو بينا تمشي بش ديال فرق كان نعمروا الصينية ديالنا وكان نرشع لهم ك وكان دخلهم الفران فالفران غادي نسخنوا من قبل واحد شوية واحد اربع ساعة هكا كو الفران عندي مشعول مشعول غير من الاسفل حتى تتحمر لي الحلوة ديالي من الاسفل وعاد غادي نحمرها من الوجه فاد الحلوة هادي بسرعة كالطيب ما كتاخد شي وقت طويل انشوف تتحمرت هكا من الاسفل والدهبت غادي نشعل من الفوق والحلوة اللي عملت معاكم اعطتني الصينية هادي اللي في الفران وصيني اخرى في ها النص ديالها فدخلت هم بجوج بهم حتى مني طابت لي الاولى من تحمرت من الاسفل طلعتها الفوق واللي كتلت الفوق هبتها لتحت وعاد شعلت الفران من الفوق باش اللولة كتتتحمل ودائما المروحة خدامة باش الحرارة كتتتوزع فهدا شكيل الحلوة ديالنا من بعد ما تحمرت ما شاء الله يعني كدشي فيها واحد الحمرية واعرة احد داك المعي القاد العسل هي اللي كتعطي هاد الحمرية يعني احتفل عجينة السابلي ديالكم ممكن تديروا هذه الحمرية مدهبة في اي حلوة ممكن تزيدوا مع القاد العسل فكتعطي واحد الحمرار اللي هائل فماشاء الله هذه الحلوة ديالنا بعد ما كنخرجوها من الفران فتقدروا تخليوها هكا كما ممكن تديروا لها خطوط دير شوكولات بيضاء او سوداء فبنسبة انا غير ندير هاد الحلوة هادي لدوازاتي ما غني نزينها بتشي حاجة كنحتفظ بها هكا كتجي منينا مع كويس داتاي مع كويس ديال قهيوة وكتجي واعرة حتى الوليدات هكا المدراسة كتجي يا سالم فان شاء الله غدي تشوفوا قوام هكيف كتجي وخطب لكم هكا شدة فرازها فكتجي مقرمشة وهشيشة دكت ترميلة فيها يا سالم والطعم ما نقول لكم شي الطعم خطير جد فالطعم ديال البرتوقال كي يجيبين وذلك القشور ديال البرتوقال مع النافع مزنجلان وذلك تزين ديال كوكو اللي كي يجي مقرمش من الفوق شي حاجة واعرة والطعم تقريبا بحل ديال البيسكويت جولدين اللي كي عشقه الاطفال فسدقوني كي يجي نفس الطعم فكنت من ان شاء الله انكم تجربوا هاد البيسكويت فبصراحة غدي يعجبكم وغدي ان شاء الله ترجعوا تعتمدوه بزاف بزاف وغدي يعجب ان شاء الله الكبر والصغر طريقة ديال الاحتيفات سهلة عملوه في علبة ديال عملو فيها بلاستيك هكا من داخل وحطوا الحلوة ديالكم وعاد جمعو داك البلاستيك وعملو الغطايا وكي يبقى مقرمش وغزال ورائع ان شاء الله ينفعكم مع القهيوة ومع اتي شي حاجة واعرة انا بعدها هاد البيسكويت يحمقني ومتأكد ان شاء الله حتى انتم ما غدي يعجبكم بزاف وغدي يعجب كل من ضاقوا عندكم فكنكن وصلنا نهاية الفيديو كنتمنى لكم دائما وابدا دوام الصحة والعافية ليكم والحبابكم والكل من عزيز وغالي لا تنسونيش من دعواتكم دمتم في امان الله